مرة أخرى فيما له علاقة بكورونا وما زالت الأقويل والأحاديث حول أعراض هذا الفيروس تتنوع من دراسة إلى أخرى ولا بأس أيضا نحن بدورنا أن نواكب كل هذه الدراسات من واجبنا أن نواكبها بالتالي ونحللها مع ضيوفنا ذوي الإختصاص والخبرة إذن نتحدث مرة أخرى عن أعراض فيروس كورونا ما جديد ذلك؟ إذن في كل شق متعلق بفيروس كورونا خباياه التي لا تزال مجهولة حتى اللحظة نشأته، مخاطره، علاجه وحتى أعراضه فرغم مرور خمسة أشر تقريبا على تفشيه وإصابة أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم به لا تزال أعراضه حقيقة غير واضحة المعالم بالدقة أقصد فهي متنوعة وقد تختلف من مصاب إلى آخر لا، بل قد لا يظهر المصاب أو ما يسمى بحامل الفيروس أي أعراض نهائيا على الإطلاق ومع بداية تفشي الفيروس أكد الأطباء إن كنتم تتذكرون أن الحمى والسعال وضيق التنفس هي عمليا الأعراض الأكثر شيوعا قبل أن يتبين فيما بعد أنها قد لا تنتاب أصلا جميع المصابين بعدها ومع تحليل الخبراء مزيدا من البيانات تبين أيضا ماذا تبين أن ألم العضلات والقشعرير والتهاب الحلق قد تكون علامات على الإصابة بالفيروس كلام الأطباء والخبراء هذا ثم ظهرت بعض الأعراض غير العادية حيث إن الفقدان المفاجئ لحستي الشم والتذوق وكذلك المظاهر العصبية والقلبية فضلا عن الآثات الجلدية قد تكون أيضا علامات وأعراض للفيروس طيب غير أن دراسات أخرى بيانت أن الحمى ليست في الواقع مؤشرا موثوقا به على عدوى كورونا إذ يمكن للفيروس أن يسبب ارتفاعا طفيفا فقط في درجة الحرارة حيث طحص أطباء من أوروبا بيانات أكثر من 1400 مريض من 18 مشفى واكتشفوا ماذا؟ أن الحمى لم تظهر إلا في 45% من هذه الحالات كما أن ضيق التنفس يمكن أن يظهر بعد 4 أو 5 أيام من العدوى أو لا يظهر على الإطلاق ليبقى العرض الأكثر شيوعا الذي سجل في الواقع في 70% من الحالات هو انعدام حاسة الشم هكذا وطالما أن الأعراض تختلف وحتى قد لا تظهر أصلا فإن أفضل طريقة للتأكد من الإصابة ماذا؟ إجراء الاختبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر